بعدما أنهى قاضي التحقيق لدى محكمة سيد محمد بالعاصمة الاستماع للمتهمين والشهود في قضية رجل الأعمال مالك مجمع معزوزة أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت في قضايا فسادة هذا بعدما تم الاستماع أمس لكل من أحمد أويحيا وعبد المالك سلالة ووزراء سابقين منهم عبد الغاني زعلان ويوسف يوسفي وأيضا لنجلي عبد المالك سلال وكذا مدير دوان رجل الأعمال علي حدادة التحقيق استمر إلى ساعة متأخرة من الليلة لينتهي بإيداع المعنى الحبس المؤقت وبهذا تستمر العدالة في التحقيق مع ملفات مرتبطة بكبار المسؤولين ورجال الأعمال